طيب احنا طبعا انتوا عارفين حضراتكم ان احنا اول مبارح تفلنا طبعا مع فريق الكرة الطائرة بحصوله على الدوري العام وطبعا كده دي بطولة وتقفلت وازا ما شفنا بيان او تهنية الكابتن محمود الخطيب انه طبعا دي العطاءات من المباراة اللي فاتت الاهلي والزمالك اللي خلصت بنتيجة 3-0 طبعا النادي الاهلي ما بيشبعش بطولات وجمهور النادي الاهلي ما بيشبعش بطولات فخلص هما قفلوا ازا ما شفتم حضراتكم في اللقاء او السهر الخاصة اللي كانت معانا في قناة النادي الاهلي قالوا ان احنا قفلنا صفحة الدوري بنركز في كاس مصر طب ايه اول ماتش نينا في كاس مصر عندنا الشرقية للدخان دي اول مباراة غالبا هتلاعب على ما اتذكر بكرا ان شاء الله يوم 7-6 فكابتن محمد بصالحي صرح لنا انه طبعا كل اوراق وجهزة واللعابة دخلوا طبعا في مود البطولة والماتش هتلاعب بكرا زي ما قلت لحضراتكم اكيد لا مش على ده اكيد هتلاعب بكرا على صارة الامير عبدالله الفيصة في مقر النادي الاهلي بالجزيرة والاهلي بإذن الله طبعا بعد عبوره لعقبة شريط دخان هالعب مع نادي التيران واللي جنبته القرع ان يلعب في الدور التمهيدي يعني نادي التيران مش هالعب في دور ال32 هالعب في دور الستاشر عطول بإذن الله في حالة فوزن على نادي شريط دخان وكل الاحترام لفريق شريط دخان بس خلينا اقول حاجة انا لاحظتها في الصهرة الخاصة يمكن ما اتكلمناش من ساعتها حضراتكم شفتم اللاعبين طبعا جورجيف كريزيمير وريموند اللاعبين الاجانب انتوا شفتوا قديه هما دخلوا في موجود الفرقة انا الحقيقة انا كنت قاعد معهم في السوديو ما كنتش حاس ان هما لعيب اجانب بالعكس هما مستمتعين جدا باللعب في نادي الاهلي دخلوا جوه الفرقة الغريب ان اللاعب المصريين او لعيبة النادي الاهلي المصريين بيحبوا اللاعب الاجانب ولا عكس صحيح وحتى اللي بيلعبوا في نفس المركز ازا شوفنا محمد عثمان كان اللاعب ناشئ بيلعب مكان جورجيف في نفس المركز ولكن اللي اتنين بيتمنوا لبعض كل الخير ونفس الكلام بالنسبة لريموند ومثلا عبد الرحمن اللاعب الناشئ كل الكلام ده وكل دي منظومة واحدة وحب كبير جدا ما بين اللاعبة وبعضها ايضا حب كبير جدا ما بين اللاعبة والجهاز الفني فكل ده لازم يكون في الاخر ناتيكتو المكسب اللي احنا بنشوفه ومش مكسب عادي لا ده اربع دوري وربعض اربع دوري وربعض بالتوالي واللقب رقم 33 في تاريخ النادي الاهلي في الوقت اللي ييجي نادي الزمالي في المركز التاني في عدد الالقاب 27 لقب والمستقبل لا يطمننا كويس قوي قوي على الفترة الجاية دي طبعا دي لقطات داجر جيف طبعا اللاعب المحترف زيزيت وانا اسف اللي هو لعب الكرة دي وشوفنا قديه روحه جميلة وقديه بيقول لك كلم عن الاكل المصري يعني حاجة جميلة جدا وخلي بالكو في حاجة اسمها ريبيوتيشن او السمعة سمعة النادي الاهلي حلوة جدا جدا وسمعة النادي الاهلي لأي لعيب محترف بييجي بيخش يعمل سيرش على جوجل او غيره بتلاقي النادي الاهلي صاحب سمعة كبيرة وتاريخة عريض جدا واحترام للعقود والتعهدات اللي بيننا وبين الاجاني مش هتلاقي لعب اجنابي في اي لعبة سواء كرة القدم او العاب اخرى مش بالنادي الاهلي مثلا مثلا يعني وقال لك انا ارفع عضيه عن النادي الاهلي ماخدتش حقوقي مش هتلاقي الكلام ده في النادي الاهلي نهائي بل بالعكس النادي الاهلي هو اللي ممكن يكون فيه اجانب يعني ما بيلتزموش او بيأسروا ونادي الاهلي كمان بيقضيهم وبياخد حقه لان النادي الاهلي على حقوقه ازاي فالحقيقة دي اسعدني جدا وده كان تعليق عن السارة الخاصة اللي حصلت والحاجة اللي لمستها كلمة السر هي الروح بين كسين الحب بما بين الجهاز وبعضه واللعبين وبعضهم واللعبين والجهاز الفني